تيجي تطلع كده قرارات بعد إذنك يعني؟ بلاش جول إيه؟ التوازنات أصلاً أحد للزمالك فيه كذا العيب في الزمالك مثلاً إيه؟ غلطه جمد قوي قوي عقبهم عقوبة جمدة بس برضو حط واحد كأثنين ولا ثلاثة أربعة كمان من الأهلي عشان يبقى الموضوع متوازن عشان لا الإعلام ده يهجبني ولا الإعلام ده يهجبني دي سياسة غلط وفاشلة لو حضرتك حيبقى طريقتك في اتغاز القرارات طريقة توازنية بتعمل توازن ما بين النديين يبقى ده ده اسلوب ما ينفعش زي كده ما بنعمل توازن في جهاز الفني منتخب مصر والتوازن ده بيعمل المشاكل لازم لما تجيب مثلاً مدير فني من الأهلي تجيب معه مدرب من الزمالك أو العكس ده اسلوب فاشل غير احترافي في حتة التوازنات نرجو من لجلة الانضباط ونحترمهم ونقدرهم كل الاحترام انهم ايه انهم يلغوا حتة التوازنات دي في القرارات هم اكيد بيدرسوا الموضوع كويس جداً وانا بقول له حركة هو ومن خلال قناة النادي الاهل اللي غلط من هنا عقبه واللي غلط من هنا عقبه ما تهزرش عقب لازم بقى خلاص لازم بقى ناخد قرارات ويجي مثلا واحد يقول لك ايه شوف يا عم اللي حصل بعد المطر واعيزين الجمهور يرجع ملك الجمهور بالLe competitions هو الجمهور عمل ايه في المطر الجمهور عمل ايه في المطر الجمهور التزام كامل لحد امت لحد ما لمطش ضربات الجزاء خلصة ايه اللي حصل واحد يسمى عب اعلام جمعة تمامM والتاني زميد مش راحوا استفذوا جمهور الاهل يا اخي انت ملك الغ تفرح انت افرح انت وتنطت وزقت اسابه باللي choses ما الاجتماس ايه لازمتها ليه بتشحن الجمهورين ليه فلعايز يرجع لنقطة ان الجمهور فعلا ملوز زنب يا جماعة ولازم الجمهور يرجع للمدرجات لازم الجمهور يرجع للمدرجات ملاش اي علاقة بثقافة لاعب مش اللاعب هو اللي هيخليك بقى خلاص تفقد الامل في عضوة الجمهور المدرجات لا احنا طول عمر مباراة الاهل والزمالك طول عمرها مباراة بتشهد ندية شدة وجذبة ما بين اللاعبين وعصابية وشتائم من الجماهير لكن مع ذلك كان دايما الجمهور بيبقى موجود في المدرجات ودايما بيحتر وكان الامن بيقوم بدور وبواجباته في التأمين فما تربط ليش خالص ما بين تصرفات لاعب او اثنين بعوطد الجمهور للملاعب لا موضوع عوطد الجمهور للملاعب ده لازم يحصل يعني ان شاء الله بإذن لازم يحصل ونعرفين كويس ان المسؤولين بيحاولوا ويشتغلوا على كده لكن لما يجي تصرف زي ده مش هو ده اللي يعطل الجزئي دي دي نقطة غاية في الاهمية فانحنا نرجو نرجو تدارك مثل هذي الامور ومثل هذي التصرفات من بعض اللاعبين بشكل عام بقى بشكل عام هيبقى ازاي من خلال من خلال قرارات صحيحة من لجنة الاندباط والتكون قرارات قوية ما بقاش فيها الزار ما بقاش فيها توازن اللي غلط عجب سواء بقى لاعب اداري لان فيه اداري بصراحة حاجة صعبة جدا تمام او مسؤول هنا او هنا عاقب بحيادية ابعد انتماءاتك ده اهم شيء وانت بتاخد قراراتك تبعد عن انتماءاتك خالص لانت دلوقتي في مكان المفروض حيادي لو انت مثلا بتشتغل في النادي ده او النادي ده كمسؤول هتدافع الناديك من وجهة نظرك كمسؤول للنادي لكن وانت مسؤول في اتحاد الكرة اللي هو المفروض محايد فلازم تفكر مليون مرة وتبعد انتماءاتك قبل ما تاخد اي قرارات ده امر غاية في الاهمية طبعا اللقطات كلها حضراتكم شفتوها مش محتاجين احنا نعرض حاجة واحنا مش هنعرض حاجة طبعا لان احنا قناة النادي الاهلي ولا بعد شوية حقاريكم الفرق في ثقافة الانتصار عند هنا وهنا تمام لكن فيه لقطات لأ دي عايزة قرارات بقى ايه ما فيهاش ظهر يعني فيه ولد صغير كده ولد صغير كده راح ضرب كابتن كبير من الكابتن بطريقة مش يعني يا مني انت كنت تتمنى تتصور مع هذا يا مني انت تاريخك ما يجيش جنبها يا مني انت اصلا مش لعب اساسي يا مني اصلا لا ناديك مش مقتلعة بيك يا حبيبي ناديك مش مقتلعة بيك انت مجرد لعب موجود بالكامل عدد ما لكش اي دور مؤثر ازاي تتطاول على لعب اكبر منك سيب اكبار موضوع السن ده يعني بخلاف السن كقيمة كبطولات كتاريخ كاسم فاللقاطات كلها موجودة واكيد لجنة الانضباط والمسؤولين في التحاد الكرة هيراجعوها بشكل ضقيق جدا وباذن الله انا متأكد متأكد ان هم حياخدوا القرارات الصحيحة وعشان نبقى برضو بنتكلم بمنطقية قرارات صحيحة سواء للجانب ده او للجانب ده المهم ان انت يبقى ليك موقف قوي عشان اللي احنا شوفنا ده ما يتكررش خصوصا ان احنا كنا بنلعب في دولة شقيقة جدا دولة الامارات وعملت شغل كبير جدا عشان تستضيف هذه البطولة وهذه المباراة ما بين اعرق فرقتين في الدولة العربية كلها في الوطن العرب هي دي تبقى الصورة صورتنا تبقى كده هناك عند الناس يا رجل ده احنا حتى لو بنلعب في مصر هنا ما ينفعش تبقى